السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنقدم لكم هذه الخدمة الملاقية التولاتية بالطرز التوركي نتمنى ان هذه العمل هي الاعجاب انا قررت اليوم ان نوريكم هذه الخدمة كيفية تكون من البداية فنتابهوا معي هنا يمزيان هذه العمل اول حاجة انتبتوا الخيط ونضرب في الجهة المقابلة لما بنت لها هذه الخدمة مواد حاش مزيان تقدر ترجع لصندوق الوصف ونوضع عليكم الرابط لها الخدمة التولاتية انا كنت خدمتها بالتفصيل في واحد الفيديو سابق لما تفرجت فيه ترجع لصندوق الوصف ونوضع عليكم الرابط تشوفي هاد الخدمة التولاتية كيفاش خدمناها بالتفصيل انا هنا في هذا الفيديو ركز صغر على الطرز التوركي كيفاش غادي تخدم بالضبط فهنا وضع ثلاثة الغرزات دابة غادي نضربه في التوب وغادي نرجع نكون الغريزة الاولى ديالي ونوضع الغريزة التانية غير بشوية عليكم حتى تعلموا يعني شوية بشوية بشوية هاد الخدمة هادي كانتش حال هاده غير انا ضفتليها هادك طرز التوركي باش نزيده نعطيوها جمالية اكتر فهنا غادي نبقى وغادي نغرب جوج غريزات ما نبقوش نديرو ثلاثة الغرزات فهنا وضعت جوجة الغرزات وغادي نضرب في التوب وغاستمر غير بشوية الغرزات الاولى وهنا غادي نوضعو الغرزة التانية هنا عفاكم ركزو غير على الغرزات اللي كينين في التوب لانا نحسب غير ثلاثة الغرزات في التوب فيما كان وصل ثلاثة في التوب تنرجع نكون الأخرى فهنا ضربت انا في التوب فغادي نرجع نكون الغرزة الأولى هنا في هذا المكان الغرزة الأولى ارجع الغرزة الثانية والثالثة ما تنخدموهاش يعني الغرزة الثالثة ما تنخدموهاش بش يبقى عندنا هذك الفراغ اللي غادي نخدموه فيه هناك الأولى واحد اثنان وهنايا غادي نرجعو ونضربوه في طبيعة الحالية يعني في التوب هنقوه هذين غرب شوية حتى نكملوه هذه الخدمة هنا واحد هنا عندي الغرزة الثانية نرجعوه نكون هنا الغرزة الأولى واحد والغرزة الثانية اثنان غا نضرب هنايا في التوب كما قلت لكم انا هنا ترحسب ثلاثة الغرزات في التوب اللي ما فهمتش هنايا بشكل واضح ترجع الرابط في صندوق الوصف انا وضعت فيها الخدمة هذي بالتفصيل هنا عندنا ثلاثة ضربات في التوب غا نرجع دابة غا نضرب في التوب مرة أخرى في الجهة المقابلة لاحظوا معايا هنا مزيان كيفاش غادي نديرو تنحددها يعني بالإبرة باش نمشي هذا بنفس المقاس فنخدموه هنا على التوب ونرجع نكون الغرزة الأولى ونرجع كذلك الغرزة الثانية نقاوه هنا أخذ دامين غير بجوجة الغرزات كما وريتكم يعني في البداية فهنا الغرزة الثانية ونضربوه في التوب نرجع نكون الغرزة الأولى الخدمة سهلة وبسيطة وأحسن حاجة فيها أنها يعني ضغيكة تطلع واحد اثنان هنا نخدموه في التوب كما قلت لكم هنا خدمنا ثلاثة الغرزات في التوب فنرجع نخدموه في الجهة المقابلة ركزوا غير على التوب يعني حسبوا غير ذلك الغرزات اللي كيكون عندكم في التوب ومالي غادي نعطوكم باش ما تبقوش تلفق فهنا دائماً غرجع للجهة المقابلة ونخدم فنكون هنا الغرزة ديالي الأولى هنا أنا كملت الخدمة فغنرجع نخدم طرز التوركي أول حاجة تنتبتو التوب ما بين هات جوجة فهذاك الفاراغ يعني وسط الفاراغ تنكونوا هناك الطرز التوركي فشوفوا هناك معايا مزيان غنرجع لهذا الفاراغ أنقع نخدمه في هذوك الفاراغات اللي تيكونوا كبار فهنا غادي نخدمه عادي جداً أنكون هات الشكل هذا وغنرجع هنا ما بين هات جوجة الغرزات كيما كتشوفوا ما بين هات جوجة الغرزات الأولى والثانية فغنخدم في الوسط ديالهم ونرجع نطلع الإبرة من نفس النقطة نفس الفاراغ يعني هات الفاراغ هذا اللي عندي هو اللي غادي نخدم عليه فنرجع كذلك ما بين هات جوجة العوينات وغادي نخدم نطلع يعني الإبرة ديالي من الوسط بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا وغنرجع كذلك لهذا الفاراغ ما بين هات الفاراغات بجوجة يعني بهذا الطريقة هذي هنا بشي تكونوا عندي هاد ربعة الخيوط اللي أنا غادي نخدم عليهم هاد طريقة هذي استعملوها في طرز توركي قلت يعني علش ما نستغلهاش ونخدم بها هاد الخدمة هذي نحولوها من شكل قديم الى جديد فهنا طلعنا الإبرة من الوسط يعني الخيط الأول والتالت ركزوا ان احنا تنخدموا خيط وتنقذوا خيط فهنا نرجع ان ندخل الإبرة ديالي من اسفل هاد الخيط الأول وأ paralلي وجاد نخلي الخيط الثاني ما غاديش نخدموا هاد الخيط اطاني مخدموش و глаз نخدم الخيط الثالث يعني غن دخل إبرة من اسفل الخيط الثالث ركزوا غير على الأرقام لاندنا اربعة الخيوطاء تنخدموا الاول والتالت دائماً خدمه الأول والثالث فهنا نرجع كذلك ندخل إبرة ديالي من أسفل الخيط الأول وغدوز يعني من الأعلى الخيط الثاني ومن أسفل الخيط الثالث يعني هنا عدكم الخدمة بحلاء غدقول يعني مرة من الأسفل مرة من الأعلى الخيط غادي وتلعب بها الطريقة هذي فهنا غندخل الخيط من الأسفل ديال الخيط الأول يعني من الأسفل ثاني غادي نخليه يعني غا نهبطو الإبرة من أسفل الخيط الثالث الخيط الثالث هو اللي غادي نهبط منه الإبرة بهذا الشكل هذا غير بشوية اللي ما عمرها من خدمات طرز التوركي تخدم غير بهودو لأنه سهل بزيف غير كتبقي غادي مستمرة بنفس الطريقة دائماً خدمي خيط ونقزي خيط خدمنا يعني الأول نخليه الثاني ونخدمه الثالث فهنا غادي نرجع نخدم الخيط الأول من الأسفل وغادي نخلي الخيط اللي في الوسط يعني الخيط رقم اثنان ما نخدموش وندخل الإبرة ديالي من أسفل خيط رقم ثلاثة بغير بهودو بساطة طرز التوركي يعني سهل فغادي نرجع لأول نخدم عليه ونرجع كذلك هنا الخيط الثالث حتى هو غادي ندخل الإبرة من الأسفل نتابه معي مزيان لطريقة باش غادي نحيدوا هاد الخيط ونبدو من جديد فغنطلع الإبرة ديالي من هاد النقطة يعني من نقطة البيداية إلا لاحظته هنرى هادي البداية اللي بدينا بها فغندخل الإبرة ديالي يعني من في التوب باش نطلع من الجيهة الأخرى لأنا ما يعني أنا بنت لي هيدي الطريقة أسهل طريقة هي هادي فلاحظوه هنا خدمنا يعني في التوب من الأسفل بهالطريقة طلعنا الإبرة غا رجع ندير هنا عقدة البيداية فقد نخدم الخيط بهذه الطريقة هنا غير غريزة هذه ولا قدر نقوله عقدة البداية فقد نرجع نخدم بنفس الطريقة هنا أنا غد نسرع الفيديو لأن مع الأسف الكونكسيو كتكون تقيلة بزيف وتنعاني وصراحة من التحميل للفيديوهات فتشعلت تنطر بعض الأحيان أن نقسم الجودة دي الفيديو بسبب الكونكسيو تقيلة بزيف متي تلاحشين الفيديو بسرعة لتنعتذر على هذا المشكيل الدول العربية يعني كاملة تتعاني من هذا المشكيل هذا مع الأسف ما عندناش حل آخر فهنا كما شفتو كبونا ربعت الخيوطة ديالنا فقد نرجع وقد نعمرهم بالطرز التركي نفس الطريقة لستعملناها في الأول اللي ما فهمتش لأن الآن سرعنا الفيديو ترجع غير يعني للطرز الأولى لدرتها كنتمنى أن هاد الخدمة تنال إعجاب ديالكم هاد الخدمة يعني يرى بزيف اللي تيخدمون راندا تيبدو بيها وتيتعلموها هاد التولاتية الملاقية التولاتية أغلبية يعرفوها هاد شي علاش أنا ما ركزش عليها بزيف ركز صغير على الطرز التركي وطرز تركي طرز ساهل وزوين اللي اعجبها الفيديو تبارتاجي وما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب شكرا لجميع المتابعين